The Woman in the Window شبه فكرة شفناها مرات متكررة في أعمال عديدة ولكن في معالجة معينة ممكن تكون أعظم نسخة من The Woman in the Window في التاريخ اسمعي أنا ستي كبير من زمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم في مراجعة جيدة من فيلم جامد والفيلم اللي حنتكلم عنه النهاردة هو The Woman in the Window The Woman in the Window هو أحدث إصدارات ناتفلكس على مستوى الأفلام ولكنه مش فيلم ناتفلكس هو في الأساس فيلم 20th Century Fox ولكن كورونا وتأجيلات والحاجات اللي انتوا عارفينها دي خلتهم في الآخر يستسلموا ويقولوا ادوا للناس تتفرج عليه وخلاص أحدثنا بتدور عن أنا فوكس أخصائية نفسية عايشة في البيت لوحدها وبتعاني من الأجورافوبيا والأجورافوبيا دي نوع من أنواع الرهاب اللي بينتاب بعض الناس من أماكن معينة والمكان اللي بيسبب مشكلة لأنا هو العالم الخارجي كله لذلك فهي قاعدة على طول في بيتها وما بتخرجش منه وده بيدفعها لمرأبة جرانها وبالأخص عائلة راسل اللي عيشة قدامها بشكل مباشر وانتقلت قريبا للحي أنا بتلاحظ أن الأب في العائلة دي عنيف وبعد بعض التفاعلات مع أفراد مختلفة من العائلة اهتمامها بيهم بيزيد فبترقبهم بشكل أقرب والفترات أطول من شباك بيتها لحد ما في يوم بتشهد عندهم جريمة قتل والضحية هي الزوجة فبتبلغ عن الجريمة والتحقيقات بتكشف أن الزوجة ما تقتلتش ولا حاجة ولكن الزوجة اللي ما تقتلتش دي هي في الحقيقة شخص غير اللي أنا كانت بترقبه فيا ترى ايه اللي حيحصل زي ما قلنا كده دا وومن ان دا ويندو فكرة مكررة شوية ولكن فريق العمل المراضي مرعب النسخة الأصلية لنفس الفكرة شفناها في فيلم رير ويندو لألفريد هيتشكاك واللي الحقيقة فيه مشهد منه بيظهر جوه فيلم دا وومن ان دا ويندو كتأكيد على الهوماج والحاجات دي عندنا كمان فيلم ديستوربيا القريب جدا من نفس الفكرة ويمكن فيلم دا وومن ان دا ويندو استعار شوية كذلك من فيلم كوبي كات ودمجها مع الافكار الرئيسية بتاعة رير ويندو ديستوربيا على امل ان هو يلاقي لنفسه مضاق مختلف والفكرة الاساسية رغم تكرارها ولكنها جذابة جدا وفي ايد مبدعين حقيقيين ممكن تطلع منها حاجة جديدة يعني بص معايا كده على الكاست يعمل حاجة جيزتين اسكر واثناشر ترشيح ما بينهم كده وضيف كمان ان مخرج الفيلم هو جو رايت الراجل اللي قدم برايد ان بريجدس واللي قدم اتونمنت واللي فيلمه الاخير داركست اور هو اللي جاب الاوسكار لجاري اولدمان حتى السيناريو اللي كاتبه هو تريسي لاتس الكاتب المصرحي العظيم والممثل المتمكن كذلك فالناس دي كلها شافت ايه في الفيلم دا عشان تقرر تشارك فيه انا الحقيقة ما عنديش اي فكرة نواحي التجديد في المعالجة مش كافية على الاطلاط كل الموجود هي رؤية اخراجية فريدة شوية ولكنها ما بتخدمش اي حاجة وانا هنا اقصد التصنيفات الرئيسية للفيلم فيلم جريمة واثارة نفسية عنصر الجريمة ليه مقاومات جوه الفيلم طبعا ولكن كلها ضعيفة يمكن الركيزة الوحدة اللي مبدول فيها شوية مجهود هي ركيزة اللغز ايه حكاية الست اللي تقتلت دي وتقتلت ليه هل الاضطراب النفسي اللي عند بطلتنا والادوية اللي بتتعطاها والخمرة اللي بتشربها خلتها تخرف وبعض الاسئلة الاخرى اللي زي ما قلت كده فيه شوية مجهود مبذول في رسمها ولكن للأسف الاجابات كلها متوقعة جدا يمكن مفاجأة او اتنين بس اللي ما كنتش شايفهم واللي في الاغلب الابداع فيهم مشكلة فيها انا شخصيا واغلب المشاهدين حيتوقعوهم وفكرة الاجابة المتوقعة في امتحان الجريمة دي يا جماعة مزعجة جدا وبترسخ مبدأ سينمائي مهم وهو قيمة النهاية ازاي نتيجة لغز الجريمة بتأثر على الرحلة كلها رغم ان سواء الاجابة كانت متوقعة او غير متوقعة في الرحلة واحدة بس الحقيقة هي فعلا بتفرق لانكم لو كنتم من نوعية المشاهدين المأمنين للتوقع بتاعهم فالنهاية الغير متوقعة بتخليكم ترجعوا تبصوا على احداث الفيلم كله بشكل مختلف ولو كنتم من نوعية المشاهدين المحترمين للغز فالنهاية المتوقعة بتخلي الاحترام دا يتراجع جدا وعموما يعني في الافلام اللي ايمع على افكار مكررة بيبقى مطلوب من المخرج وكاتب السيناريو انهم يقدموا خدعة جديدة وتراجع ركائز الجريمة في الفيلم كان محسوس بشكل اكبر لان عنصر الاثارة هو كمان ما كانش موفق وده برضو رغم ان الفيلم حاول فيه في مشاهد كتير في الفيلم هدفها الاساسي هو انها تصدر توطر لللي بيتفرج ولو كان هو ده التوتر من منظور الفيلم فاهلا بيه اوي يعني ومع احباطي من العناصر الرئيسية دي مش حقدر انكر ان ايقاع الفيلم بشكل عام كان جيد وان كان فيه توفيق عام في نقل الحالة النفسية للبطلة مخاوفها وقلقها ومصادر حزنها وحالة الارتباك والتشويش اللي هي بتعاني منها ولو اني ميال ان الفضلف ده بيرجع بشكل اكبر لاداء ايمي ادمز الواحد بعد اي تجربة مشاهدة محبطها بيبقى ميال لانه يلوم كل حاجة بس المرة دي الموضوع مختلف شوية لان النتيجة المحبطة دي كانت حصيلة ضرب عدد من العوامل كتير منها كان ايجابي منها الاداءات التمثيلية بكل تأكيد احنا مش بنتكلم عن اداءات تمثيلية تمشي الحال يا جماعة الناس المحترمة اللي بتقوم ببطولة الفيلم ده بذلت مجهود واضح يمكن بس نستثني من ده جينيفر جيسون لي لانها تعتبر مشتغلتش اصلا لكن الباقي كان ممتاز حتى الناس اللي مشاهدهم كانت قليلة جاري اولدمان وجوليان مور على سبيل المثال مشاهدهم مش كتيرة بس ما كانتش مشاهد سهلة وهم قدوا فيها كل اللي عندهم وطبعا ايمي ادمز مقدمة دورها كافضل ما يكون الموضوع بالنسبة لها يتعدى مرحلة الايجادة في دورها دي شالت ركيزة من ركائز الفيلم الوحدة شخصيتها صعبة جدا على مستوى الحالة النفسية وعندها تحديات حركية صعبة بتوصل لمرحلة الفرهدة في بعض الاحيان دي حقيقي من المرات الفريدة اللي يكون عندك اداءات بالايجادة دي وما تعرفش تستخرج منها فيلم حلو وده في تفسيري لان مخرج الفيلم كان عنده اولويات اخرى يبدو انه كان عاوز يتصدر الصورة ببعض المشاهد اللي حتى ما بتخدمش اداءات الممثلين الحقيقة احنا عندنا في الفيلم بعض المشاهد التعبيرية من اجمل ما يمكن لوحات محدش يقدر ينكر الابداع والتميز اللي فيها بس مش عارف بتخدم الفيلم في ايه سعدت مين من الممثلين انه ينقل انفعالات شخصيته بشكل افضل خدمة عنصر الجريمة خدمة عنصر الاثارة اضافت ابعاد جديدة للغز اضافت ابعاد جديدة للفكرة صنع افلام الاثارة الحريفة يا جماعة بيقدموا تأثير اكبر من كده بكتير بادوات اضعف من كده بكتير بصوا معايا على مفعول الاثارة في فيلم زي ريد راجن مثلا لبريت راتنر اه كان عنده ادوارد نورتون وعنده رالف فاينز وعنده انتوني هوبكنز بس ريد راجن بكل تأكيد مش من افضل الاداءات لاي حد فيهم واللوحات الفنية تكاد تكون غائبة بالكامل ده بريت راتنر يعني ومع ذلك كل حاجة كانت بتتعمل في الفيلم كانت بتخدم الهدف الرئيسي التوتر الناتج من تجربة الاثارة الانزعاج الناتج من متابعة الجريمة بس لو انت عاوز تجيب اكبر ممثلين في الدنيا عشان كل واحد يعمل اداء كويس مع نفسه وتقعد انت ترسم لوحات في النص فالعيال اليوتمة الاثارة والجريمة دول اروح بهم فين كان قرار كويس جدا ان فيلم The Woman in the Window يروح بشكل مباشر على ناتفلكس لانه مقبول بشكل كبير في اطار المشاهدة المنزلية فيلم زي ده لو كنت روحت له السينما كان هيبقى فيها زعلة وعلى جميع الستوديوهات انها تحضر من مشكلة كبيرة بتحصل الافلام اللي عمالها تتأجل والعروض اللي عمالها تتزقق دي بترفع سقف التوقعات زحمة الافلام اللي كانت بتطرح بشكل اسبوعي كانت بتخبي بلاوي كتير دلوقتي المشاهد قاعد ومفنجل والفيلم اللي بيتعرض جودته لو ما كانتش بتساوي عدد الشهور اللي انتظرناه فيها بيبقى فيها زعلة تقييمي لفيلم ده وومن ان دو ويندو وهو ستة من عشرة تقديرا للأداءات التمثيلية ولللوحات بتاعت عم جو رايت ماشي منقشة الحلقة في شهر مايو على ما يبدو هتنزل عدد من الافلام فيا ترى ايه هي اكتر الافلام اللي منتظرينها ومترقبينها ياريت تسهموا برأيكم في الكومنس الف شكر لحضراتكم على المشاهدة ياريت تعملوا شارو ولايك للحلقة لو عجبتكم اشتركوا في القناة وشغلوا جرس التنبيهات عشان تجد لكم الحلقات اول باول تابعونا على فيسبوك تويتر ونيمو انستجرام وبي باي